بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين في هذه الآية الله تبارك وتعالى يوجه الخطاب لجميع المسلمين ويأمرهم بالانقياد له تعالى ويحذرهم من اتباع الشيطان فأن ذلك سيؤدي بهم إلى عذاب الله حيث لا تنفع التوبة ولا الندم يا أيها الذين آمنوا يعني أظهروا الإيمان بألسنتهم فالقرآن يخاطب المسلمين الذين أظهروا الشهادتين سواء عن حقيقة أم عن نفاق وبلا تجذر في القلب يخاطبهم بيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم يعني الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى بالانقياد والطاعة حتى يظهر الإيمان في أعمالكم ويتحقق هذا الانقياد والطاعة باتباع النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته لذا فسر السلم في الأحاديث بولاية الإمام أمير المؤمنين والأمة عليهم السلام ففي الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام أدخلوا في السلم كافة في ولاية علي بن أبي طالب وعن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أتدري ما السلم؟ قلت أنت أعلم قال ولاية علي والأمة الأوصياء من بعده قال وخطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان وعن الإمام الباقرة عليه السلام قال السلم هم آل محمد أمر الله بالدخول فيه وذلك لأن كمال الدين بولايتهم وبدونها لا تسلم لأمر الله تعالى بل عصيان عليه وأما ولاية غيرهم فهو اتباع لخطوات الشيطان ومخالفة لأمر الله تبارك وتعالى ادخلوا في السلم كافة أي جميعا فاستسلموا لدين الله في جميع شونكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان بأن تخالفوا أمر الله سبحانه وتتبعوا أمر الشيطان وتضعوا قدمكم مكان قدمه وتتبعوا أهواءكم إنه لكم عدو مبين إن الشيطان لكم عدو ظاهر لأنه يأمر بالمفاسد وبا يضركم والتي نتيجتها ذهاب دينكم ودنياكم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن زللتم من الزلة بمعنى العثرة أي ان حرفتم على الطريق الصحيح واتبعتم خطوات الشيطان بأن وقعتم في المعاصي هذا تشبيه للذنب بمن يزل له قدم فيسقط من بعد ما جاءتكم البينات يعني الأدلة الواضحة على أوامر الله وعلى الحق فاعلموا أنكم ستنالون عقابكم وأنكم لا تعجزون الله أن الله عزيز حكيم فهو عزيز فلا يعجزه البطش ولا يمتنع عليه العذاب والعقاب بمن زل ولكنه حكيم لا يعاقب إلا بحق ويعفو عن من يشاء ويعذب من يشاء ولا يكون ذلك إلا لحكمته فأن الحكيم يضع الأشياء مواضعها هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هؤلاء العصات الذين زلوا هل ينظرون يعني هل ينتظرون النظر بمعنى الانتظار هذا استفهام إنكاري حيث لم يعتبروا بالآيات التي جاءتهم فماذا ينتظرون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله حتى يؤمنوا ويقلعوا عن نفاقهم وكفرهم أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ظلل جمع ظلة الظلة ما يستظل به من الشمس والغمام يعني السحاب ويسمى السحاب ظلة لأنه يستظل به من الشمس وقد كانت اليهود تزعم أن الله سبحانه ينزل في ظلل من الغمام والملائكة معه لذا قال الله تبارك وتعالى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة هذا عطف على الله يعني الملائكة مع الله وقضي الأمر بأن حكم على الكفار بالهلاك فلا مجال للتوبة لأنه لا يبقى مجال للتكليف وإلى الله ترجع الأمور فيجاز الجميع فلا مجال للفرار عن حكومته وعقوبته فذلك اليوم يوم حساب وعقاب وثواب فيجاز الله العاملين بما يستحقون وليس ذلك اليوم يوم العمل والشغل والحاصل أن هذه الآية تشير إلى أساطير أهل الكتاب ثم يهدد الله ويوعد بأن الأمر يقضى فلا مجال بعد ذلك للتكليف وأن الكفار إذا لم يؤمنوا مع هذه الحجج الظاهرة فكأنهم بانتظار إتيان الله أو بانتظار حلول القيامة حتى يؤمنوا ولو أتى الله حسب زعمهم أو قامت القيامة أهلكهم الله وقضي الأمر فلا مجال للتوبة وفي تأويل هذه الآية في ظلل من الغمام ورد عن الإمام الباقر عليه السلام كأني بقائم أهل بيتي قد على نجفكم فإذا على فوق نجفكم نشر راية رسول الله فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بادر وقال عليه السلام إنه نازل في قباب من نور حين ينزل بظهر الكوفة على الفاروق فهذا حين ينزل وأما قضي الأمر فهو الوسم على الخرطوم يوم يسم الكافر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين